تتجه الأنظار نحو الملف الذي سيتأبطه الموفد الفرنسي جون إيف لودريان خلال زيارته لبيروت حيث يصل الثلاثاء وحيث أن بعض المراقبين يقللون من أهمية الزيارة لأنه برأيهم لن يحمل جديدا في حين يعتبر البعض الآخر أنه لا يمكن أن يعود لبيروت إلا إذا كان يحمل جديدا خصوصا أن فرنس لمست امتعاضا كبيرا أمريكيا سعوديا خلال اللقاء الخماسي من أنها لم تصل إلى نتيجة في الملف اللبناني وفي هذا الإطار يقول مصدر متابع عبر الأوتي في أنه في انتظار أن تكمل عجلة تحريك المياه الراكدة دورانها بعودة لودريان لبيروت هي التي كانت بدأت تتحرك مع عودة الحوار الرئاسي بين حزب الله والتيار الوطني الحر من الضروري أن يعرف الجميع أنه لا يمكن الوصول إلى نتيجة مع لودريان أو مع غير لودريان إلا من خلال النية السليمة عند جميع اللبنانيين للتلاقي والوصول إلى جوامع مشتركة لأن الحلول لا تكون إلا بالحوار على مبدأ لا غالب ولا مغلوب من دون التعنت وبمرونة بالحوار ويقول المصدر على اللبنانيين أن يتشاركوا الأفكار بانفتاح أكبر بالتعاطي مع بعضهم البعض لإيجاد الحل لأن إذا كان الوضع مقفلا لا يقدر لودريان على شيء وفي أي حال إذا كان الأمريكي أو السعودي أو القطري أو المصري يريد التعاطي بشكل أكبر في الملف اللبناني فعلى هذا التعاطي أن يكون كما التعاطي الفرنسي على قاعدة تلمس الأراء والهواجس وعدم الفرد على ضفة أخرى يرى مراقب متابع عبر الو تي في أن هناك حربا يقودها بعض الإعلام عنوانها أن اللقاء الخماسية أعاد معركة السياسة بالداخل اللبناني ومعركة الرئاسة على أسس جديدة بما يشطب كل ما سبق من واقع ما قبل الاجتماع وهذا الواقع الجاري العمل على ترويجه هو خارج المشهد الرسمي والسياسي والواقعي وسأل المراقب المتابع هل المطلوب وضعنا أمام مشهد تصعيدي عبر عنه بوضوح مضمون البيان الذي صدر بالدوحة والذي أتى عمليا على لغة البيان الثلاثي الشهير في نيويورك في عيلول العام الماضي ويتابع المراقب بالقول من الأساس يشهد المشهد السياسي الداخلي حالة سخونة الطبيعة تشارك بها ومصير رياض سليمي يشارك بها ولهيب بيان الخماسية يشارك بها وكل ذلك يترافق مع حملة إعلامية ترآهن على أن يكون هذا اللهيب مدخلا طبيعيا لمرشح أساس على قاعدة أن أوان مرحلة هذا الاسم قد آن مع تخوف كبير من اعتقاد المعنيين بأن النيران هي الوحيدة القادرة على أن تفتح له الطريق